الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم القيمة إياك رعب وإياك رسك عينك اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي جاء الألف عليه وغير المرضوب عليه ونظام بسم الله الرحمن الرحيم القدحان الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الصميع البسيط وآت الى رسال الكتاب يدعى الماله بل بنيل إسرائيل لأن لا تفته من دورك لنزرية من حملنا مالوحه إنه كان عرضا شكورا وأضينا إلى بنيل إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض من وقل ولفائل مولويا كبيرا فإذا جاء واضعوناه ما بعثنا عليكم عبادا لما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الجيار وكان وعدا مفرولا ثم ربضنا لكم الكرة عليهم وأنجدناكم بأوال وبنهم وجعلناكم أكثر مخيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن قسقتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا كثيرا وساربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ودعلنا جهنم للكافرين حصيرا إنها من فرآن يهدي للتي هي أخوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الخالحات أن لهم أدعى كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويجعل الإنسان بالشر دراءه بالخير وقال الإنسان عدونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية المهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونفرد له يوم القيامة كتابا يلقى منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن يضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أسرى وما كنا مغذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نتك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد روح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا مصيرا من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى من نوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لم نمد هؤلاء وهؤلاء من أطاء ربك وما كان أطاء ربك محكورا قلهم كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله الآخر فتقول من يوما مطولا وقضى ربك أن لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو سلاهما فلا تقل لهما أسر ولا تنهرهما وقل لهما قولا سريما واخفض لهما دنا حزل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربيانه صغيرا ربكم آلم بما في نبوهكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأزوابين غفورا وآذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضون عنهم ابتغاراء رحمتهم من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنحك ولا تبسرها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا مصيرا ولا تقتلوا أولادكم فشية إلا قلوا نحن ارزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان خاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفسا لكي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سبغانا فلا يسرف بالقتل إنه كان من ربك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبغوا أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا قلتم وزنوا بالقصفاص المستقيم ذلك خيرون وأحسن تأويلا ولا تخز ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا ترش في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبالك أولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مطروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأفاكم ربكم بالبنين والتحد من الملائكة إنا كنتم لتقولون قولا عظيما ولا قد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزيدهم إلا نظيرهم كل ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبر والأرض ومن فيه وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لأسجي حرم إنه كان قليما غفورا وإذا قرأ بالقرآن قال لنا بلد ومين الذين لا يؤمنون بالآخرة إحجابا مستورا ودعالنا على قلوبهم أسنة أن يفقه وفي آذان يقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحضره ولو على أدبارهم مفورا نحو الآلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إن يقولوا الظالمون إن تستمعون إلا رجلا مشعورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا يظام ورفاقا أإلا لمغلوسون خلقا جديدا إن كونوا حجارة أو حبيدا أو أرقا مما يتبن في قدوركم فسيقولون من يعيد ما قل الذي قطركم أول مرة ما سيمعضون إليك رؤوسا ويقولون همتاه وقل أساء يكون قريبا يوم يبروكم فترتديبون بحره ودرنون إلا بسهم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان بالإنسان عدويا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليه وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد حضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا بعض جبورا قل ادعوا الذين سعنتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحييلا أولئك الذين يدعون يبطعون إلى ربهم الوسيلة فأيهم أقربوا ويرضون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محزورا وإن من قريب إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما مرعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا سمودا ناقد مهصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تحويها وإذ قلنا لك إلا ربك أحاط بالناس وما دعنا رؤيا لكي أريناك إلا فتنة للناس والشدرة الملعونة في القرآن ونحوفهم فما يزيدهم ونحوفهم فما يزيدهم إلا فعيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبليس كان من البن إلا إبليس قال أسجد لمن خلق بقينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أحفرت إلى يوم القيامة لأحفرت أن يريته إلا قليلا قال اذهبك من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موطورا واستخزز من استطعت منهم بالخوتك وأجلب عليهم بحيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا قوطا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتعون فضه إنه كان بكم رحيما وإذا مساكم الظر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أحربكم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يحصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارفا فيرسل عليكم حاصفا من البيح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد قررنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن حلقنا تفضيلا يوم نبرو كل أناسهم بإمامهم فمن أنتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعماك هو في الآخرة أعما وأضل سبيلا وإن كادوا ليصلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرزلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غصف الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتأجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدحل صدق وأخرجني مقرد صدق واجعل لي ملة كسلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوطا وننزل من القرآن ما هو شباء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد غاره لإلا حسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا شبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولن شكا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن قبله كان عليك كبيرا قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد اصرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك ججلة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسطيق السماء كما سعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت صفرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي ألكنت إلا بشرا وسولا وما منع الناس أن يكمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لننزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده صبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو الموسد ومن يغلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحجرهم يوم القيامة على وجوههم عهيا وبكما وصما مأغى الجهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عُّوَمًا وَرْفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَابِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَدَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ تِيهِ فَأَمَ الظَّانِمُونَ إِلَّا كُشُورًا قُلْ لَوْ أَنْكُمْ تَمْلِقُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَفْتُ حَشْيَةَ الْإِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ خَشُورًا وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ مَيِّنَا فَاسْأَلْ بَنِيْتِ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْ فَمَا أَنْسَلَ هَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِي الْعَلُّ مَسْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لكيفا وبالحق أغفلناه وبالحق نزل وما أغفلناك إلا مرشرا ونذيرا وقرآنه فأغفناه لتقرأه على الناس على مكتمون الزمنى ونردوك إلا كامل قل آمنوا به أو لا تكونوا إن الذين أيك العلم من قبله إذا يتلى عليهم يحضرون للألقار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمحلولا ويقولون للألقار يبكون ويسيدهم حشوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل ادعو الله أدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماق الحسنى ولا تدعو بصلاكك ولا تصافتها وابتغبين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكفيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عودا قيما لينذر بأسا شديدا من لده ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أما لهم أجرا حسنا مما كتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا استخد الله وندا ما لهمه من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تحروج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة فلعلك باخر مفتق على آساله إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا تعلموا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعدون ما عليها صعيدا جرفا أم حكبت أن أصحاب الكهف والطيب قالوا من آياتنا عجبا إذ أرى الكتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدونك رحمة وهيتنا من عمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في السهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحوال ما لبسوا أمدا نحن نخص عليك نبأهم بالحق إنهم جسية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دوني إلها لقد قلنا إذا انتقصا هؤلاء قلوبنا اتحدوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلمهم من اكترى على الله كذبا فإذا اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فقلوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهييت لكم من أمركم الفقر وترى الشوء فإذا قرعت فأسها ورعوا كهفهم ذات اليمين وإذا عربت تقدرهم ذات الشمال مهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يأذي الله فهو المهتد ومن يمضل فلن سجد له وليا منشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكذبهم ما سفهم ذراعي بالوسيد لغض طلاق عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم عربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أرضا ويوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فارعشوا أحدكم بورطكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها وأذكى طعاما فليأشكم برزء منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن يقدر الله حقهم وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناسون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين أعلموا على أمرهم لن اتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بغيب ويقولون سرعة وسامنهم قلبهم قرب ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا خليل فلا تمارفهم إلا من روعا غيرا ولا تستفدهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إنه فاعل ذلك عدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهبيني ربي لأقرب من هذا رشبا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين واشادوا تسعا قل الله أعلم ما لبثونه غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمح ما لهم من دونه من ولي ولا يشيق في حكمه أحدا واطل ما يقوحي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون روادها ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة بالدنيا تريد زينة الحياة بالدنيا ولا تصير من أغفلنا قلبه وهو لكنا واتبع هذا وكان أمره فرصا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفت إما أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغارثوا بماءه فالمهر يشفي الوجوه بإسبال الشراب وساءت ملتفقا إن الذين آمنوا وعملوا فالحاتهم منا لا تضيعوا أجرى من أحسن عملا فنالك لهم جنات عجل تجري من تحليم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون سيابا حظا من صندس واستبرقوا متكئين في هذا الأرائف نعمة طواب وحسنة ملتفقا واظرب لهم مثل الرجلين دعلنا لأحدهما جمتين من أعنابهم وحفظناهما بنصر ودعلنا بينهما سرعا قلت الجنة إن آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وحسنا خلالهما دهرا وقال له سمر فقال لصاحبي وهو يحامره أنا أكثر منك ما له وأرش نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بداري أبدا وما أظن الساعة حائمة ولئن رددت إلى ربي لأجلا لحيرا منها منقلبا قال له صاحبي وهو يحامره أكفرت بالذي حلقت من تراب ثم من ذتفة ثم سواك رجلا لا إنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل من ثمانا وولدا فعسى ربي أن يغطي الخيرا من جنتك ويغفل عليها حبادا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثبيه على ما أنفق فيها وهي قاضية على روشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصر له من دون الله وما كان من تصرغا هناك الولاية لله حب هو خير فرابا وخير رقوبا واضب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنصر له من السماء فاخفل طبه نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما أنصر له الزيار وكان الله ولا كل شيء مختدرا المال والمنون زينة الحياة الدنيا والباقيات السالحات خير عند ربك فرابا وخير أملا ولهم نسير الجبال وفر الأرض بارزا وحشرناهم ولم نغادل منهم أحدا ووضعوا على ربك صفا لقد جئتمونا بما خلقناكم أول مرة بل سألتم أن ندعل لكم موعدا ووضع العذاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلة لا ما لهذا الكتاب لا يغادروا صغيرة وها كبيرة إلا أحفارها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائف تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إمريس كان من الجن ففسق عن أرض ربه أفضت تقونا وذريتا أولياء من دوني وهم لكم عدوهم باكثر وعلمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخل المظلين عابدا ويوم يقولوا ناتوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستذيبوا لهم ودعلنا بينهم موضحا ورأى المجرمون النار خرروا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرقنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعنا فأن يؤمنوا إذ داءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تحفيهم فهم لف الأولين أو يحفيهم العذاب قبلة وما يغفل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وإجادل الذين سفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا غزوة ومن أظلم من يكر بآيات ربه فأغرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلبهم أذنكا أيها يبقه هو في آذان وقرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه من إله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ودعنا لمألكهم موعدا وإذ قال موسى فتاولا أمره حتى أبضوا مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما لسياحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا فعل لفتاوهاتنا وزاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا لصبا قال أرأيت إذ أعينا إلى الظهرة فإني نسيت الحمود وما أنفرني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا لبغفا فابدعنا آثار ما قصصهم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن أستطيع معي صبرا وسيف تصبر على ما لم تحيط به قدرا قال ستجدني إن شاء الله صابغا ولا أعطي لك أمرا قال فإن استبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذهدى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة بحرفا قال أحرفتها لتغرق أهلها قال أحرفتها لتغرق أهلها لقد دئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبرا قال لا تآخذني بما نفيد ولا ترهقني من أمري وسرا فانطلقا حتى إذا لقياه لعم فقتله قال أقتل فنفسا سكية بغير نفس قال أقتل فنفسا سكية بغير نفس لقد دئت شيئا مطرا يا الله